يمكن معنا كابتن حازم إمام نجم نادي الزمالك السابق يا كابتن حازم ازاي حضرتك؟ ليه نزاك حبيب وربناك حبيب عامل ايه وحشنا؟ انت اقصر حبيب رمضان كريم وكل سنة وانت طيب يا رب وحضرتك طيب ربناك خليك يا رب يمكن بالتأكيد شفت مبارات مبارح وبالتأكيد عندك تعليق عليها تبعتها من ديالولة للديالاخيرة عايز اعرف تعقيبك على اداء نادي الزمالك والخروج بالمباراة بالنتيجة الافضل يعني خلينا نقول من وجهة نظرنا والاول مبارك طبعا النادي الزمالك والجمهور النادي الزمالك والمجل الزمالك واللعيب وانبارح كان فوز مهم جدا ممكن احنا بقالنا فترة في الدور يعني كان الجمهور كان ممكن ما كنتش راضي عن الاداء شوية طبعا ففي مكاسف ساعات بتيجي توقيتات يعني بتدي الفرقة دفع القدال ممكن مبارح الماضي كان انا بكرت من وجهة نظر يعني انا بدأنا مش مركزين مية في المية في البداية ودي كانت شكلت علينا خطورة كبيرة جدا في فرص دواعي في غير الهدف اللي جي بس الهدف بحامزة المسلوسي جي يمكن في توقيت اكتر من ممتاز يعني فده اللي رجعنا والتغيرات اللي حصلت الشوط التاني دي غيرت كتير او من شكلنا الشوط التاني ممكن انا كل مفروض نكسب اكتر من النتيجة دي بس الحمد لله على المكسب مبارح والنتيجة كانت كويسة برضو ودي اداء تحسن جدا الشوط التاني بسبب التغيرات يمكن انا كان بيبقى لاقي شوات تحفظات على البداية بتاعتنا كده الطريقة اللي بنلعب بيها وما بتديش مساحة ومتخليش اللي عابي صالح كل عنده في بركز معينة فلما بيتعدل الشكل دايما بنقدر نرجع وبيبقى شكلنا كويس بقوضة شكل نجل دمالك فالاهم من كل حاجة ان هو الحمد لله كانت في مكسب والحمد لله اشتركوا في القناة